تكلمنا فيما مضى عن دعوة نوح وإبراهيم وموسى عليهم السلام والآن جاء دورنا للحديث عن دعوة عيسى عليه السلام لتكون إبرازا لبعض النماذج الدعوية قبل الإسلام لقد كانت دعوة عيسى عليه السلام بمجيئه حيث كانت ولادته مع دعوته آية من آيات الله عز وجل ومعجزة باهرة على أن الحق تبارك وتعالى هو القادر لا سواه وهو الخالق لكل ما عداه يقول تبارك وتعالى وهو يبرز لنا طبيعة عيسى عليه السلام إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون طبيعة عيسى عليه السلام كذلك هي طبيعة آدم حيث إنهما معا من غير أب دلالة على أن الحق تبارك وتعالى لم يخلق إلها وإنما خلق الإنسان والإنسان هو الداعية إليه كما عرض القرآن الكريم جانبا من دعوة عيسى عليه السلام وذكر بعض حواراته مع قومه فقال تبارك وتعالى ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدون هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم إن لب هذه الدعوة إقرار أن عيسى عليه السلام يعبد ربا وعلى الجميع أن يعبد هذا الرب وليس عيسى إله يا قوم أعبدوا الله ربي وربكم يا قوم إن الله هو الخالق ولست أنا بل ما أنا إلا إنسان أطعم كما تطعمون وأنا من امرأة مثل كل الناس لكن الحق تبارك وتعالى قد جعل ولادتي دلالة على عظمته فاعبدوا الله ولا تعبدوا سواه هكذا جاءت دعوة عيسى عليه السلام استمر عيسى عليه السلام في دعوته حتى كادوا له ومكروا به فأنجاه الله تبارك وتعالى ورفعوا إليه أرادوا قتله بل زعموا أنهم قد قتلوه لكن الحق تبارك وتعالى يقول ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون انظر إن الجميع الداعية والمدعو الجميع من ادعى الألوهية ومن ادعى عبودية الكواكب والأصنام ومن ادعى أنه لا إله إلا الله الجميع سيقف أمام أحكام الحاكمين فسيعطي الله كل ذي حق حقه وهكذا يكون الدعاء على علم وعلى يقين بأن القيامة ستزمع الناس أجمع وما على الداعية إلا أن يقيم الحجة في وجه المدوين ويترك أمر هدايتهم لله الواحد القهار هكذا كانت دعوة عيسى عليه السلام ترجمة نانسي قنقر